جات لي مرة بنت البنت دي كانت مخطوبة يعني زي حضرتك حضرتك كده وفي اللي خطوبة موجودة لغاية ليلة الإكلي يعني يوم الحنة بالليل عندنا في مصر هنا بيعملوا ليلة الحنة زي فرحة كده وقاعدة للعيلة ولما في البيت وبتاع يعني فرحة يعني فأهل العريس وأهل العروسة موجودين طبعا والمعازم اللي عزمينهم في البيت الساعة 12 بالليل يعني بكرة حيبقى صبح الإكليل بكرة حيبقى ثانيوم الإكليل تانيوم حيبقى الإكليل بالليل يعني للتها بالليل في ليلة الحنة حصل خلاف بين أهل الزوجة وأهل الزوج مش ما بين العريس والعروسة وiconها بين أهليهم لاتنين فأهل العريس قالوا للأهل العروسة بنتكم عندكم ما تلزمناش والناس ابدا ما تلزمناش ومش هنكمل مضاد وانسان مضاء وفعلا يعني ما سبوه ما مش تاني يوم أنا كنت معزوم في هذا الإكليل وكانت البنت مصممة لذا ما حضره لما حضرتش حتشائم ومش عابقين فروحت رحت كذا بتأخر ربع ساعة كده فلقيت الناس المعزيم وقفة مليا الكنيسة ومليا الحوش والزينات جوه الكنيسة كنيسة تزينت وما دخلت صاريت وطلق لكن أستنى العريسة العروسة يجو ما فيش حروسة عروسة اتأخروا نص ساعة والتعريس العروسة بيتأخروا أحيانا بقت نص ساعة والناس وقفوا المعزيم وكل حاجة والورد وكل شيء وفي بعض الأباء كانوا موجودين برضو معزومين وموجودين فأنا اتلقيت قال يعني إليه انت كده شوية فقلت أسأل الفراشي لبما كنت أنا غلطت في الكنيسة ونسيت من سني يعني كنت نسيت الكنيسة وشفت الكنيسة تاني فسألت الفراشي بقوله كان هنا فيه الكليل النهاردة مفروض دي فلان قال لي آه ما تلغى توفلانت الفلانية وفلان قال لي أيوة تلغى شو تلغى إزاي يا ابن دا كان مبالح بالليل للحنة قال لي ما آه هم جولي من كام يوم وقالولي يا ابونا لازم تيجي وأكدوا على أننا لازم أجي وأنا وعدتهم أننا جاي فقال لي آه ما اللي حصل كذا 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 والأهلين اتخنقوا مع بعض في ليلة الحنة وقال لهم بنتكوا عندكوا ما تلزمناش ولا انتوا تلزمونا وسببهم مش تقول طب ما تقول للناس قال لي بقى عمالين وقال لهم الناس مش يصدقها مش عايزة تصدق كلامنا كتبنا ولا هي يا ابونا معلقينها ايه والناس مش عايزة تقرأ مش عايزة تفهم فالحسابينهم باللغات معادي الكلمة يخلصوا خلاص فامشيت بعد يسبوع كده ولا حاجة جات للبنت منهارة جدا جدا قالت لي يا ابونا أنا بنت ربنا وأنا الخطوبة تمت للآخر وأنا هو ما اختلفناشي طب الأهل الكبار اختلفوا طب إحنا زبيني أنا هو هو طبعا ردخ لأهله وأنا طبعا قدام أمر واقع فهنعمل ايه ليه ربنا ساب لي خطوبة لغاية ليلة الحنة لغاية الحنة ليه ساب لي لغاية ليلة الإكليل ما منحاش ليه من الأول خالص أو من النص والبنت كانت منهارة جدا فانا قلت لها بنتي فيه آية أنا مقتنع بها جدا 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 لأن ربنا ما كتبناش كلام في الإنجيل إلا عشان فايدتنا قلت ليه الآية قلت لها كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله وانت بنت ربنا وبتحب ربنا فالحصل ده صح مر بالنسبالك منهارة عملة عياتي لكن سيك النور خيري قلت يعني إيه لي خيري انت بتقولنا كلام بس تطيب خطرنا بيه وتسكنونا بيه قلت لا مش كلام نطيب خطر كبير ده كلام أنا مقتنع بيه جدا لأنه كلام ربنا كل الأشياء يعني الأشياء الحلوة والوحشة الحلوة والمرة تعمل معا للخير لذين يحبون الله فانت قطعا ربنا نجاك من هذه الزيجة من الجواز ده لأنه كان ربنا شايل لك حاجة أحسن منه كتير وكانت جزلي حتعيق عنك حياة أفضل من لتو وتعجيشيها مع الراجل ده مع العريس ده سكي من هذا الكلام وحتشوفي بنفسك وحتجي تقوليلي المهم هو صلطتها قلتها ربنا ديكي سلام ونعمة وعازك تسكي جدا في هذه الآية المقدسة وحتشوفي ربنا حيامل معك يا بنتي المهم إيه اتعزت وروح تفاخت بعد ما ماشي مفيش كم شهر كده كم شهر جاتلي وقاليت لي يا بونة رابط لي متانية ايه يا بنتي فيه ايه قالت لي يا بونة مش عارف أقولك ايه بتلاقي ولي فيه ايه قتل اختبرت الآية ديكي بجد كل الأشياء تعمل معا للخير اللي يزيني حببنا الله بتلاقي ايه قتل اتقدم لي عريس وتخطبتها يا بونة وانا قلت يا جد بس أفرح قلبك وأقولك الإكليل حاجة نهيون كذا عشان تحضره بتلاقي ايه عامل ايه زي الأولاني ولا أحسن شوية أكل أحسن شوية ايه يا بونة كنت بتحسن شوية دي القليل بتلاقي ايه قد فرق السمى من الأرض أنا كنت لابسة نهضرة صدى وانا مكنش بشوف ازي أنا كنت قابلة وراضي عن العريس الأولاني ده ده ما فيش نسبة خالص خالص ما بين اللي معايا دلوقتي واللي أنا كنت معايا تبنهار علشانه ده أنا حزينة على كل دمع نزلتها عشان اللي فاد بتاعي ده أنا فرحانة جدا بأعمل ربنا بتاعي شوية اختيار ربنا والجوية وجوازها حلوة وفرحانة وربنا ايه يبارك حياتهم ويبارك في ولاتهم